هنا هروح على محمد وانا فعلا عايز اعرف البداية جات ازاي يعني احساسك انت كمحمد صبر وانت لسه بتتفرج على نشرات الاخبار والتغطيات اللي اتعملت البداية كانت من يوم 7 اكتوبر من بداية الحرب كان طبعا كان كله يعني كان مشاهد مأساوية جه سيادة الرئيس لما عطل للتحالف الوطني الامر ان هو تجميع المساعدات في خلال 48 ساعة كانت تحالف الوطني بكل المؤسسات كان جمع كميات كبيرة من المواد الغذائية والطبية والمية والبطاطين وتحركنا بيها يعني احنا مشينا كنا رايحين عند الاستفاف كان قدام مجلس الطب العالمي ما كناش نعرف ان احنا هنسافر مع القافلة لرفح مشينا هناك ويفنا فجت لنا اوامر ان احنا هنتحرك مع الشاحنات ممكن الشاحنات حاجات تحصل فيها بالطريق بتاع فهنتتحركوا معها ما كانش حد من اهلنا يعرف ولا احنا نفسنا ما كانش معنا لبس ولا اي حاجة فجت لنا من اهلنا يعني اصاركم ما تعرفش حاجة على الله لا 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 اكنش فيها حد دايق لا اعرف ان احنا نعرف ان احنا كنا نعرف يومين قالك انو بيتصلوا عليها فهم ما شايفين بيعنيهم طبعا اللي بيحصل زي اي اسرة مصرية اه سيني هاشرف احنا عند المركز الطبي العلا كي احن عندي بنتي كده يومنا كانت يومك قطع بابا ان تعبيбо شايف كنت بابا انت شايفيد ضرب طبعا احنا والله ما بنفكر بنفسينا خالص تقريبا يعني اللي بيشوفوا هناك الوضع خطير فعاوزين ندخل مساعدات بقيه طريقة كل شكلنا للشغل اللينا ندخل مساعدات دي هوصلها ازاي هوصلها recognizes وعمل الاؤامر واتحركنا مشينا العريش وقفنا هناك يومين طبعا كان المساعدات لما تجمعت كانش حد يعرف الدخول هناك هيبقى ازاي الشاحنات ايه المطلوب فيها مش هنا هناك فعرفنا ان احنا كل الحاجة لازم تبقى على بلتات خشبية للتنزيل عشان طبعا الجو جوه ما يسمعش بعمالة وكده فكلها يبقى شغل اجهزة كلها اركات وكده فاضطرنا ان احنا ننزل كان معنا عربيات نزلناها على الارض تاني وجبنا بلتات خشبية وحملناها وجبنا شاحنات وعبناها تاني رفعناها وتحركنا للمعبر تحركنا للمعبر وقفنا هناك فترة من الزمن بتاع اربع ايام وقفين بالحاجة اه او ثلاث ايام لما ابتدى كان البداية كان لما جه ممثل الامم المتحدة وعمل لقاء قدام المعبر وابتدى من تاني يوم الدخول اول اول خمسين شاحنة فاستمرت بقى الوضع استمر انه يوميا كنا بندخل طبعا كان ما كانش فيه احنا كمؤسسات حلف وطني ما كانش فيه حد مثلا ان نقول لا مؤسس كذا لا تدخل او كذا لا احنا كان كلها منا انه هندخل المساعدات اللي معانا بأي شكل وبأي طريقة اشتركوا في القناة